أنهت المجموعة الخميس عشر من جنود قوات حفظ السلام الصينيين في لبنان مهمتها التي استمرت لسنة كاملة بنجاح وقد غادرت لبنان عائدة إلى أرض الوطن وصلت دفعة الخامسة عشر من قوات حفظ السلام الصينية بما فيها وحدات الهندسة متعددة الوظائف ووحدات البناء والوحدات الطبية إلى مطار بيروت استعدادا للعودة إلى الوطن الأم وخلال المهمة التي استمرت سنة كاملة حققت دفعة الخامسة عشر لقوات حفظ السلام ألا بارزة في إزالة الألغام على الحدود اللبنانية وإخلاء مناطق ساحات القتال وأعمال التشييد والصيانة والمساعدة الطبية وغيرها من المهام هذا وتم منح جميع جنود البعثة الميدالية الشرفية للأمم المتحدة تركت قوات حفظ السلام الصينية خلال عملها العام الماضي انتباعا جيدا وعميقا جدا لدى قوات البلدان الأخرى من اليونيفيل وقوات الحكومة اللبنانية المحلية كما قدمت لنا لكثير من الثناء إضافة إلى فوز قائد الوحدة بالميدالية الفدية للشجاعة التي أسترها وزير الدفاع في الجيش اللبناني عملنا خارج الوطن لمدة عام في بيثة حفظ السلام واليوم نعود إلى ديارنا بكل فخر وأنا متحمس جدا لذلك وأعتقد أن مهمتنا كانت شرفا وبعد عودتنا إلى الوطن سنوصل مضي قدما في روح حفظ السلام هذه منذ عام 2006 أرسلت تصين بناء على طلب الأمم المتحدة نحو خمسة ألاف جندي للمشاركة في قوات حفظ السلام ورغم البيئة المضطربة للبنان إلا أن الجنود الصينيين أكملوا مهمات اليونيفيل في لبنان بكل نجاح موسيقى